مرحبا أهلاص هل فيكم بحلقة جديدة على الشانل تبعنا شششش.. هلأ بنت نامد فعم حاول استغل الوضع وعمل حلقة أنا اسم حمود النقيب والليوم حنتعلم مع بعض 6 طرق مختلفة تنخلي التصوير يصير أكثر سينمائي خليكم معنا من بعد اخر حلقة ننزلناها على اليوتيوب اجينا شوية اسئلة على سوشال ميديا باختصارهم هو كيف ممكن يخلي التصوير يكون أكثر سينمائي فراح حاول جاوب على كل اسئلتكم بهذا الفيديو باختصار بسيط اولا shallow depth of field او بما يعرف بال blurry background او بما يسمى البوكي بهذا الطريقة ان احنا الشخص او السبجكت اللي عاملين فوكس عليه لحي يبرز اكتر بالصورة لانه ال background وال foreground لحيكونوا blurry بينما هو اللي حيكون ان فوكس وهو اللي لاحيكون شارك فشي طبيعي ان المشاهد اول ما تيجي عينه على المشهد اللي احنا عامل نصوره اول شي اللي حيطل عليه هو الشخص او السبجكت اللي انا عامل فوكس عليه بينما اذا انا مسكر فتحة العدسة بشكل انه حاطت ال f stop طبعي 22 مثلا لحيكون المشهد كاملا in focus ال foreground middle ground وال background بينما اذا استعمل لنا فتحة عدسة اكبر مثلا حطينا ال f stop طبعنا 4 او 3.5 او 2.5 او 1.8 او 1.4 او 1.2 او 0.9 او خلاص مش الهال شكرا وصلت المعلومة بهذا الطريقة ان احنا ال background وال foreground صار بلور اكتر وال subject اللي عاملين عليه focus صار شارب اكتر ثانيا الكاميرا movement او حركة الكاميرا حركة الكاميرا بتعتمد على نوعية المشهد اللي عم نصوره فمثلا اذا احنا عم نصور film action او مشهد action فيه ضرب وعنف اكيد فينا نصوره behind held movement وتكون الكاميرا كتير shaky تنوصل الاحساس والغضب اللي موجود بالمشهد للمشاهد بينما اذا عم نصور فيلم رومانسي ومشهد عاطفي بامتياز ممكن نحط الكاميرا على slider مثلا او على gimbal نعمل مشهد track in او track out او فين نعمل مشهد rotating حول ال subject اللي احنا عم نصوره او ممكن نحط الكاميرا على tripod وإذا عملنا على tripod pan هيك خفيفة بسيطة او tilt up تير خفيفة بسيطة ممكن تحرك المشهد بشكل اخر ولكن في كتير مخرجين بيعتمدوا على المشهد الثابت وهذا الشي ابدا منه غلط مش دائما اذا حركنا الكاميرا بتخلي مشهدنا يكون اجمل ممكن احيانا كتير لما الكاميرا تكون ثابتة المشهد بيكون اجمل حركة الكاميرا تعتمد على نوعية المشهد فالاحتمالات بهذا الموضوع لا نهائي ثالثا الفريم ريد الفريم ريد الستاندردز بالعالم هنه ثلاثة 24 fps 25 fps و 30 fps لكل نوع من انواع التصوير ممكن نستعمل فريم ريد مختلف مثلا اغلبية افلام السينما تصور على 24 frame per second منلاحظ باغلبية افلام السينما لهم طابع خاص يلي هي طريقة الحركة فيها فيها motion blur اكتر وايضا البرودكاست يختلف من منطقة الى اخر حسب والانتساكن مثلا بشكل اوسط البرودكاست هو 25 frame per second بينما بأمريكا الجنوبية والشمالية يكون لفريم ريد 30 frame per second بينما لما بدنا نصور slow motion نعتمد على frame rate اعلى يعني مثلا لما نكون عم نصور 50 60 120 frame per second كل ما عالي لفريم ريد كل ما صارت الحركة سموذ وبطيئة اكثر انا شخصيا بستعمل slow motion كتير وخاصة لما نكون عم بصور دعايات او اي شيء بتعلق بالرياضة رابعا الموسيقى والساوند افكتس الموسيقى التصويري هي من اهم العوامل يلي بيعتمد عليها الفيلم تبعك فاذا انت مثلا عامل مشهد درامي حزين بطيئ فيه بك ودموع وحطينا مثلا action music ما بتزبط اكيد بيبين عندك خلل فيجب دائما ان نختار الموسيقى الصح للمشهد الصح ساوند افكتس هي اهم الامور التي تستخدم بالمشهد تبعك فيك بشكل او باخر جيب ساوند افكتس اون لين تركبه على المشهد تبعك مثل هيدا هاد الدعاية كلين انا مصورها ومركب ساوند افكتس تركيب عليها مش لانه احسن كنت نسيان الميكروفون بالباد هو دائما افضل انه نسجل ساوند افكتس اون سات اثناء التصوير اسرع للوقت وقت المونتاج لانه اغربية الامور موجودة تحت ايد دا ومسجل لي ما منضايع وقت نحن عم مفتش عليها واكتر واقعية لانه فعليا انت عم تاخد صوت الشي اللي عم بتصوره خامسا اسبكت ريشيو اذا منشوف قدامنا على الشاشة هذول هنى الاسبكت ريشيو الاكثر اعتمادا في السينما و 16x9 هو الاسبكت ريشيو الاكثر اعتمادا حاليا على التلفزيونات وهناك 21x9 يلي هو الاقرب الى السينما ولكن نحن بنعمل الترك بسيطة امرارة نخلي تصويرنا يلي هو 16x9 يصير 21x9 بالمونتاج يلي هو من حط بار اسود فوق تحت بهالطريقة وهذه الطريقة بتغش شوي وغبية كتير ما نعملها كتير دائما الا اذا مضطرين دعنا اشرح لكم ليش هو فعليا انتل اللي عم بتصوره هو 1920x80 هذا الاسبكت ريشيو تبع ال 16x9 لما نحن نحط البلاك بار من فوقه من تحت ونعمله اكسبورت 1920x80 16x9 على ادوه بريميار او حياله صوفت وورتانه حيطلع الفيديو 1920x80 بينما اذا بدنا نحن نزبط الاسبكت ريشيو من الاساس لازم نصور باسبكت ريشيو مختلف او وقت ما نكون عن نعمل الاداة نبلش بسيك وانسيكون 21x9 سادسا واخيرا Color Grading او التلوين مع بعض التصوير Color Grading او التلوين هو من اكثر العوامل يلي بتخلي مشهدنا يكون من يوجب سيمائي Color Grading او التلوين هو منوشي سهل ابدا هو اختصاص كبير بحد ذاته لكل نوع من انواع الافلام هناك طريقة التلوين مختلفة يعني اذا عم نصور مشهد أيشن ممكن نلون بطريقة اذا عم نصور مشهد دراما ممكن نلون بطريقة ثاني اذا عم نصور مشهد رومنزيه ممكن نلون بطريقة ثالثة وحتى كل فيلم رومانزي يختلف تلوينه عن تلوين الاخر فما فيه ستاندردز ومعايير محددة بتدل انه هذا التلوين هو صح او هذا التلوين هو خطأ الا لسكن تون اغلبية الكالرست بيهتموا اكثر شي بالسكن تون اذا الاسكن تون او لون البشرة تبع الانسان هو طالع مظبوط فاذا ما فيه اي مش اللي بقيشي تاني غير هيك انت حر تعمل الالوان اللي بدك اياها وحتى موجود بريساتس خالصين على ادو برميير او على حالة صوفتور تاني بجو جاهزين بس انت بتسقطن على المشهد اللي لك باختصار شديد ما بدي طول عليكم ان شاء الله يكون جاوة على اغلبية الاسئلة واذا عندكم اي اسئلة تانية ممكن تتواصلوا معي على السوشال ميديا الخاص فيه تطرحوا اي سؤال بدكم اياه لو علاقة بالتصوير والمنتاج ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل لايك وشاري للفيديو اذا عجبكم وانطرونا بالفيديوها الجديدة